دايرة الربعات اهلا بيكم الاسبوع اللي فات اخدنا في السلم المجير دايرة الخمسات وحفظنا اننا بنزود علامة دياز على كل سلم نتحرك من الدو مجير ناخد نمرة خمسة الخنة الخمسة نحطها كبداية السلم الجديد ونكمل نلاقي نفسنا عايزين نرفع دايما الدرجة السبعة ديازاية وناخد كل العلامات اللي قبلها فبقى عندي دلوقتي علامات التحويل لو انت شايفهم قدامك على الشاشة دلوقتي هو ده الترتيب اللي انت بتكتبهم به على المدرج الموسيقي دايما بيتكتب علامات التحويل بتاعتي في اول المدرج بعد مفتاح السول احنا عندنا مفتاح بتاع القلت الجيتار بتاعنا مفتاح سول ليه؟ لان النقطة اللي في النص اللي وسط الدايرة ديت بتبقى بالزبط على الخط بتاع السول اللي هو تاني سول تحدد ان تاني خط عندي في المدرج دي سول وبنسب للسول ديت كل حاجة فوقها وكل حاجة تحتها المفتاح السول دوت مفتاح دايما بيستعملوه الالات بيسموها التينور او الالات الحدة زي الفلوت زي الجيتار كل الالات اللي صوتها حد زي الكمان بيستعملو فيه الات اغلص بتستعمل مفاتيح تانية البيانو بيستعمل مفتاحين مفتاح بيز اللي هو اغلص مفتاح خالص واحد مفتاح خالص حتى تلاقي البيانو في اعلى نغمة ممكن تسمعها واوطى نغمة ممكن تسمعها بآلة متكاملة انما الجيتار احنا بنستعمل مفتاح سول لان نلاقوا النغمات اللي تحت الدوء اللي تحت ديت مش كتير قوي فاحنا ممكن نرسم شرط بدلها يعني فمش شرط نرسم مدرك تاني كامل عشان كام نوتة بس هتبقى لغاية المي الغليزة بتاعتي بتاعت الوطر الفؤاني طيب بمجرد ما هرسم مفتاح سول هيبقى جانبه العلامات بالترتيب القاتي فا دو سول ري لا مي سي ده الترتيب بتاحه وبيترسمه كده في المكان دوت يعني الفا ديت بتترسم على الفا اللي فوق مش هتترسم على الفا اللي تحت مش هتحط ابدا الدييز على الفا اللي تحت دي الرسمة بتاعتها احفظ الرسم مدية واحفظ كل علامة لما تزيد التانية اللي بعدها بتبقى في المكان فين طيب خلاص كده علامات التحويل بالسلالم الدييز بالسلم الدو مجير طلعوا سبعة سبع سلالم طيب احنا فضللنا ايه على السلالم المجير وما ليهم عدد اه ليهم عدد تخيل طيب نعرف عددهم منين ده سهل قوي بص المفاتيح البيانو اللي عندك عندك المفاتيح البيضة من الدو لغاية السي سبعة صح كده واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة طيب ومفاتيح السودة خمسة خمس مفاتيح سبعة زائد خمسة اتناشر سلم مفيش اكتر من اتناشر سلم مفيش اكتر من اتناشر سلم مجير فكل السلالم المجير ايه هتبقى العدد بتاعها كله والعلامات التحويل بتاعتها موجودة عندنا في الاتناشر دول كل واحد منهم لو لو قدرت اعملهم كله خلاص عملت كل سلالم الموسيقى المجير السلم المجير هو اهم سلم في تاريخ الموسيقى. هو السلم الاساسي في الموسيقى. لان كل حاجة بتنبع منه. كل حاجة بنسبها للمسجير. والمسجير ده الاساس اللي تفرع منه كل سلالم الموسيقى الغربية. الموسيقى الشرقية كان لها حسابات تانية خالص وهم عملوا سلالم تانية خالص. برضو كل ما هنتقدم هنقدر نعرف ان السلام الشرقية ممكن كمان تغني عملك الفني وتثريه وتخليه متقدم. طيب احنا عملنا سبعة اللي هيبقى فيهم الديازات. طيب احنا هندين بقى كمان نكمل البقية السلالم نخلص بقية الاتناشر. لو انت جربت تاخد الخمسة التانية بعد السلم ده وتبتدي تعملها مش هتجمع معاك. مش هتلاقيها تمشي. لقوا ان السلالم التانية بتطلع بحاجة اسمها دايرة الربعات. دايرة الربعات. وبيمشوها عاد دايرة الاتجاه العكسي. لو مشينا دايرة الخمسات في اتجاه عقارب الساعة. دايرة الربعات بتمشي عكس عقارب الساعة. دايرة ربعات ديت يعني من الدوماجير مش هاخد الخمسة هاخد الرابعة يبقى بعد سلم دوماجير فاماجير فاماجير فهناخد الفاماجير وهنشوف الفاماجير هيبقى ايه عندي فاماجير للسول احنا عندنا المقاش بتاع هيبقى ايه واحد واحد نص بينهم واحد 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 نص اتنين تتراكورد زي بعض واحد واحد نص تون واحد واحد نص تون وبينهم تون كامل طيب فالسول تون اجي واحد حلو. صول الله تون. حلوة قوي. لال السي المفروض تبقى نص. لال السي بين المفتاح اللابيض ومفتاح الابيض تاني وبينهم علامة سودة يبقى تون كامل. يبقى السي ديت لازم تنزل. السي دي لازم تنزل نص تون تحت. بنزله بعلامة البي مول. بيرمزوا لها بحرف بي صغنطوت كده. وبتبقى العلامة بتاعتها زي ما انتم شايفين كده. يبقى السي ديت اللي انت تشوف جنب السي. علامة زي حرف بي كده. دي اسمها سي بيمول مش سي. السي الطبيعية ما فيش جنبها حاجة. السي دياز هتبقى اللي هي النغم الدو يعني. السي ديازة هيبقى جنبها ديازة. انما سي بيمول هتبقى السي بيمول جنبها علامة البي دي معناها تنزل السي نص تون. يبقى مش عند مفتاح السي عند المفتاح اللي سود اللي قبل السي. طيب ما نشوف بقى بقية الحزبة. يبقى فا سول ادي تون سول لا تون سول لا لسي بيمول نص تون حلو قوي يبقى واحد واحد نص طب سي بيمول لدو آه بقى تون يبقى دا التون اللي في النص هنشوف التيترا كورد اللي بعده دو للري تون ري للمي تون مي للفا نص تون حلو قوي التترا كورد التاني اشتغل صح واحد واحد نص وبينهم المسافة بقت كاملة واحد فاحنا عندنا دلوقتي تعلمت التحويل دي مش هتبقى في الاخر خالص على النغمة نمرة سبعة دي هتبقى على النغمة نمرة اربعة هتبقى على النغمة نمرة اربعة اللي هي السي بيمول طيب يبقى هناخد بقى النغمة نمرة اربعة في السلم اللي احنا شفنا ده في الفا اللي هتبقى نفسها واختنا السي بيمول دي ناخد السي بيمول يبقى تاني سلم عندي السي بيمول السي بيمول هخدته بالعلامة بتاعته السي بيمول سي بيمول للدو واحد. دو للري واحد. حلو جدا. الري للمي انا عايزها نص تون هي تون دلوقتي. اوه يبقى المي دي هنزلها نص تون. يبقى يبقى مي بيمول. يبقى ري مي بيمول. ادي نص. مي بيمول للفا بقت تون كامل. مش بقت مي للفا مي للفا نص تون. بس مي بيمول للفا بقت تون كامل. مي بيمول لفا فا للسول تون سول لله تون لا للسي بيمول خلي بالك لو انت حسبت سي بيمول في الاول. ي Baths بالسيهات كلها في السلم بيمولات. يبقى في كل السلم. فمن من الله للسي بيمول نص تون يبقى واحد واحد نص يبقى كده ماشي. تمام. يبقى انا اعلندي علامتين تحويل في السلم بتاع السي بيمول. هيبقى والسي بيمول. اعمل بقى انا السلالم اللي بعدها بالزبط بنفس الطريقة اللي احنا عملنا باخد الخانة الرابعة وحطها في الاول وابتدي احسب حسبة السلم بتبقى واحد واحد نص بينهم واحد 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 نص. يبقى كده ده سلم ما جاء. طيب انا عايزك انت بقى الواجب المرة دي هتطلع بقيت الخمس السلالم اللي فيهم البيمولات. وكمان عايز بقى واجب اضافي بقى للجميع. في بعض الناس عملت الواجب وبعتته لي حتى صحيحاتهم معايا وانا انا شاكر جدا ليهم عشرة على عشرة. اه قلت لهم واجب اضافي. ايه هو الواجب الاضافي? احنا مش قلنا بنزود علامة كل مرة في الحصة اللي فاتت في دايرة الخمسات. وانت ملاحظ ان اللي هي ترتيب معين. احفظ الترتيب ده صم. اتحفظ صم. الواجب الاضافي بقى بعد ما تعمل سلالم البيمول كمان احفظ لي ترتيب البيمولات اللي بتبقى في السلالم. بس كده خلاص. حفظتها صم. انا حفظها صم صم. عشان بعد كده هتعمل علاقة بينها وبين بعضها. يعني انت هتقع في في الديزات تعمل علاقة بين اسم السلم وبين الديزات العدد الديزات اللي عليها. وفي البيمولات تعمل علاقة ما بين اسم السلم وعدد البيمولات اللي فيه. بحيث انك تتسائل سلم الفاماجير تقول لي سي بيمول. في سلم سي بيمول سي ومي. بيمولات فيه. فتتسائل اسم السلم تقول له على طول علامات التحويل اللي موجودة في السلم دوت ايه? اه ريماجير تقول لي فاضو. فاضو ديز. خلاص حفظت السلالم صم وتقدر تقول اي سلم حد يقول لك عليه تبقى عارف بالزبط السلم ده هيبقى فيه النواة الفلانية الاتية. اه ده هيساعدنا كتير في الهارموني لما هنجي نشتغل بعد كده بان انا نعرف اه المشتقات بقى من السلالم ونبتدي نتحرك في الهارموني نبتدي نعمل مجموعات هارموني صغيرة ونكتب البيز بتاعها ونكتب التريبل بتاعها ونبتدي بقى نوزع موسيقى زي ما احنا عايزين. شدي حيلك دائرة الخمسات ودائرة الربعات هم اساس الموسيقى الغربية الحديثة. ويمكن كمان هيساعدوك كمان لو عايز تفهم موسيقى شرقية يعني. الحلقتين دول اهم حلقتين في علم الهارموني. واشوفكو الحلقة الجاية. اشتركوا في القناة